صباح الخير ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير النهاردة هنعمل مع بعض صبونة الصبار والاسبرلينة وطبعا احنا كلنا عارفين الالوفيرا او عارفين ايه هو الصبار لكن اللي ما يعرفش الاسبرلينة الاسبرلينة هي نوعا من انواعته حالب البحر اللي غنية جدا 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 بالمعدن يعني اغنى شيء وجدوه على الارض بالمعدن هي الاسبرلينة والاسبرلينة بتباها في الصيدليات الكبيرة او السوبر ماركت الكبير وتباها على شكل بودر او حبوب واكبر ميزة موجودة في الاسبرلينة ان هي تحافظ على البشرة بشبابها الدائم يعني بتخلي البشرة في شباب دائم دايما وبالمناسبة الاسبرلينة بتاخذ عن طريق الفم كمكملات غذائية او توضع في ماسكات او اي منتجات تجميل احنا نحب تكون معنا فانا عملت بيها النهاردة مع الصبار صبونة غنية جدا للبشرة وغنية جدا بالفوائد يلا نبدأ مع بعض الفيديو اول نقطة ودائما وابدا لازم نشتغل في الصبون في مكان هاوي ونرتدي ادوات السلامة سواء الجوانتيات او الماسك والنظارة الواقية من الابخرة دلوقتي انا هحتاج معايا جوز هند ان حضرت الاوزين قبل ما سجل الفيديو هحتاج معايا 200 جرام من زيت جوز الهند وهحتاج معايا ايضا 100 جرام زيت الكلزة او الكنولا هو معروف في بعض البلدان باسم الكنولا او الكلزة وهحتاج معايا 150 جرام زيت زتون وهحتاج معايا 25 جرام زيت خروع طبعا اي زيت موجود معايا في التركيبة ده واحنا مش متوفر عندنا ما عايزين نبدله نقدر نبدله باي زيت اخر ولكن لازم نرجع للحاسبة نحسب تاني كمية المية وهيدروكسايدر بتاع استوديوم اسفل وهحتاج كمان 25 جرام من شمع النحل بيز واكس وشمع النحل في الصبون ده ما اقول بيديني ملمس ومظهر روعة للصبون هاخد الزيوت احطها في حمام مائي او مايكرويف واسيحهم الاول ويبقى درجة حرارتهم 40 ناخد بالنا ان البيز واكس او شمع النحل بياخد وقت في الحرارة فالزيوت كلها بتكون سخنة لازم نبدأ نسخنها ونجهزها قبل ما نحل الصودة بالصبار السائع او المجمد علشان الصودة حرارتها بتبرد سريعا لذلك لازم نراعي ان احنا نسيح الزيوت ونشلها وبعدين نحل الصودة وده معايا صبار انا كنت ادربته في الخلالات وجمدته في الفريزر وحوزن معاكم منه 150 جرام طيب اللي مش متوفر عنده صبار يقدر يشتغل بماء مقتره فالحالة دي مش هيوازي جمده ولا حاجة يقدر يشتغل بحليب يقدر يشتغل باي عصير هو محتاج يكون معايا فايدة في الصبونة ولكن لو عصير او اي منقوع لازم بنجمده الاول لكن لو ماء مقتر بنشتغل على طول احتاج معايا كمان هيدروكسايد السوديوم 75 جرام طبعا قبل ما حلها زي ما قلت من شوية ان احنا بنسيح الزيوت الاول ان حراريتها بتبقى عالية لان البيزوكس بياخد وقت فانا بطلعها او بنزلها من الحمام المائي وابدأ احل هيدروكسايد السوديوم بالعصير الصبار بس كده ولما تأكد ان الصبار المجمد كله داب تماما من حرارة هيدروكسايد السوديوم حجيب الزيوت وحاخد مصفة تكون اسلاكها دايقة وحصف في الصبار لربما يكون موجود لسه تكاتوليات او شوائب بعد ما انا ضربته وكانش تصفى كويس فزي ما انتو شايفين كده فعلا فيه شوية ترواصة بسيطة جدا بس كده احنا حطينا هيدروكسايد محلول هيدروكسايد السوديوم على الزيوت وحبدأ اضرب طبعا احنا عارفين ان اي اضافات بندفها هندفها بعد ظهور الاصل فحندرب شوية بالهند بلندر وارجع تاني اكد طريقة الخفق المزبوطة ان احنا بندرب واحنا مشغلين الكهرباء خمس ثواني او عشر ثواني بالهند بلندر وهو شغال وعشر ثواني بحرك يدويا بدون كهرباء بايدي دي الطريقة الصحيحة اللي اقدر امزك بيها محلول الغسول بالزيوت بس انا بتأكد معاكم من ظهور الاصر اللي انا محتاجي انا محتاجة اصر يكون متوسط احنا هندرب لحد ما وصل الاصر خفيف مائل الى متوسط علشان احنا لسه معانا بودر السبار وبودر الاسبرلينا انا هندمجهم مع الخليط فهيوز خفق تاني او ضرب تاني فهندفهم على اصر متوسط دلوقتي ده زيت السبار انا ضفت منه 25 جرام وايضا بودرة السبار والاسبرلينا انا دمجتهم مع بعض بمقدار 25 جرام ايضا تقدروا تضيفو زيوت كسبرفات اللي متاحة عندكم او المتوفرة او اللي تقدروا حابين بيها الصبونة بتاعتكم تقدروا تضفوها وايضا اي بودرة متوفرة عندكم انا بس اشان هي صبونة سبار حطيت زيت سبار كسبرفات وطبعا انا حبيت عزيزها بالاسبرلينا والاسبرلينا بيبقى لونها مغدر مائل الى الازرق ولذلك ان اللون معايا قوي جدا بس انا هتأكد ان انا دوبت كل البودرات اللي دفتوها كويس جدا واندمجت في الصبون كويس جدا انا بس بنزلها من الهندبلندر لان في اجزاء لزقت في الهندبلندر عشان اتأكد ان كل البودر اندمج تماما وما فيش اي تكاترات لذلك في اول ما بشتغل في الصبون مش بضرب كتير علشان خاطر اقدر علشان هحتاج اضرب كويس جدا بعد ما ضيف البودرات بتاعتي ان احس ان البودر كله اندمج وما فيش اي تكاترات في الصبون يبقى كده انا برفع الهندبلندر وحابدأ اصب الصبون بتاعي في الاوالب اللي انا مجهزها ايه وانا مضيفتش النهاردة معي اي زيوت عطرية فاللي حابب يضيف زيوت عطرية لكمية النص كيلو هيضيف 16 جرام زيت عطرية على النص كيلو بس كده وحصب الصبون بتاعي في القالب والقالب ده عشان عريض شوية هو ليه فاصل كده انا حطيته علشان خاطر اخلي الصبون هتكون بحجم طويل وما تكونش عريضة وصغيرة لا انا حبيتها تكون بفرما معينة فانا سديت شوية لان الكمية اللي انا عمليها مش كتيرة احنا اشتغلنا على نص كيلو زيوت فلذلك القالب اكبر من النص كيلو فحطيت الفاصل اللي حضرتكم شايفينه بس كده انا صبيت الصبون بتاعي انا جبت معلقة صغيرة وحبيت بس اعمل فورما معينة كده من الجنبين بحيث لما الصبونة تكون جاهزة واقطعها بتدي فورما حلوة او شكل حلو الموضوع بسيط جدا بالمعلقة وبرفع الجنيب كده للنص من الجنبين ودي اسبرلينة انا كنت مفكرة لون هيبقى اهدى من كده قلت اعمل بها دي كورما فوق ولكن ما تدنيش الشكل اللي انا عايزاه لان الاسبرلينة غمقه جدا هرش كحول 99% او 97% على الوشة عشان الصودة اش اللي هي الطبقة البيضة اللي بتتكون معيها وحاخد الصبون بتاعي اغطيه واسيبه في مكان دافي طبعا لازم اغطيه واسيبه في مكان دافي زي ما قلت وحنشوف النتيجة تاني يوم وده شكله تاني يوم انا عايزة اقول ان الصبونة اصلا معداش عليها 24 ساعة يعني ده تاني يوم الصبح انا كنت اشتغلت فيها الساعة 4-5 ولما طلعتها من القلب كان حوالي الساعة 12 ما تكملش 24 ساعة طبعا الفكرة اللي انا عملتها في القلب كانت سيئة جدا او كانت مسكت في الصبونة رغم ان الصبونة معداش عليها 24 ساعة بس مسكت فيها ولكن انا حاولت اطلعها بالشاكة برضو ترجمة نانسي قنقر 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 واخيرا بعد معاني دلوقتي زي ما انت شايفين القالف جميل جدا 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 انا حاولت بس اتأكد ان ما كان الجوانب والاحرف تكون مسكة نفسها ممتازة ولكن انا لو كنت شلت الصبونة بعد كده ما كنتش عارف اقطعها لانها كده هتكون تمسكة تماما او جفت تماما طبعا كل واحدة على حسب القالف اللي عنده ويقطع بالصورة اللي حبها بصوا كده معي بص الصبونة طبعا زي ما قلت الحروف لسه طريها شوية لاني معديشها ليها قربها واشي نساها كاملة ولكن انا بعرف سويا كويس جدا سواء بسكينة او بالمقشورة بتاعة الخضور اذا ما انتو شافين المنظر انهيء او الشكل النهيء للصبونة ممتاز طبعا كل واحد زي ما قلت على حسب القالب المتوفر عنده واللي يحب يحط في قالب كرتون او قالب شبسي او قالب علبة لبن يقدر طبعا يصبها في قوالب كده وان شاء الله مرة من المرات حبقى اجيب علبة لبن وقطعها معاكم ونعمله فيها شكل من الاشكال دي ونشوف الطريقة ازاي بس كده وده شكل الصبونة وطبعا الصبون ده بنسيبه في مكان هاوي بعيد عن الشمس لمدة شهر الى شهر ونص وطبعا احنا بنعرف ازاي ان هو جاهز للاستخدام احنا بنجربه بعد شهر بنستخدمه ونخسط بي ايدينا حسينا باي حكة او هرشة او واغز في ادينا يبقى لسه نستنى اسبوع او اتنين تاني لقينا ان الصبونة تمام نقدر نستخدمها اجرب معاكم الرغوة طبعا احنا عارفين الصبون الصالب اللي على طريقة الباردة ما بديناش رغوة في وقتها يعني هو بينطج رغوة ولكن الرغوة بتتكاسف مع مرور الوقت بنضج الصبون ولكن رغم ذلك ايه اديتني نتيجة كويسة جدا جدا في الرغوة وحنشوف مع بعض شايفين الرغوة ده معديش عاليه 4 و 20 ساعة الرغوة ممتازة ممتازة احنا مستخدمين اصلا جزينت بيدي برضو نسبة رغوة ومستخدمين زيت الخروة المسؤول عن الرغوة في الصبون وبكده فيديو النهاردة يكون خلص ساعدت بوجودكم معايا وفي انتظار حضراتكم في فيديوهات اكتر ان شاء الله ما تنسوش داماكم للقناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله سلام